فعلا فكرة نسبة المشاركة اللي تخطط 45% ومتوقع نتوصل 50% و60% بإذن الله إن شاء الله يعني حتى نهاية هذا اليوم ليها دلالة ورسالة كبيرة جدا طيب برضو تأكيدا على كلام أستاذ باسل وأنا كنت أسمى المطمون اللي دعا لي الحراك السياسي اللي حاصل في مصر حراك يعني الحقيقة حراك إيجابي جدا وحراك فاعل بيكمل وبيقف بجانب الحراك التنموي المستدام اللي حصل على الأرض الجهود العظيمة اللي حصلت على مدار العقد اللي فات بتأكد إنه الاستقرار السياسي الأداء السياسي الجيد هم مفاتيح التغيير لأي مجتمع إذا كنا بنتكلم عن تحليل النسب الإقبال الكبيرة وإذا كنت حضرتك يعني لخصتي كلامي في فكرة إنه المواطن يلمس الدور الفاعل للتنمية المستدامة اللي بيجن سمارها الآن أو على الأقل جزء من سمارها من خلال يعني نشاط لكل مكونات الدولة المصرية وفي القلب منها المجتمع المدني إذا كنا بنقول إن إحنا على مدار العقد اللي فات شفنا تجارب رائدة يدعمها وبقوة سيد الرئيس بداية من صندوق تحيا مصر من إطلاق المبادرة الأعظم والأضخم في تاريخ مصر مبادرة حياة كريمة من تأسيس مؤسسة حياة كريمة من انطلاق التحالف الوطني للعمل أهل التنمية ليتود كل الجهد اللي فات كمان الحقيقة اللي لابد نحن نذكره هنا إنه وعي القائمين على إدارة التحالف في أهمية العمل بمسارات مزدوجة للارتقاء بالمواطن المصري صحيح صحيح إذا إحنا وإحنا بنستهدف الدعم السريع والإغاثة والحماية السريعة وبنستهدف التمكين الاقتصادي مهم جدا جدا كمان إن إحنا نشتغل على الوعي والحياة ده دور جديد على المجتمع المدني المصري إن إحنا نشتبك مع الحراك السياسي الحاصل نتفاعل معه بإيجابية ندعمه لصالح المواطن كمان المجتمع المدني في كل دول العالم لا يقف دوره عند العمل الإغاثي والتنمية ويصل بدوره للجهد التوعوي في كافة المجالات التوعية السياسية إزاي فعلا ممكن نستفيد من هذا الحراك من هذه الديناميكية اللي حصلت في الشارع المصري في هذا المشهد الانتخابي لما بعد الانتخابات أنتم كتحالف وطني للعمل الأهلي والتنموي بتحضروا لإيه لما بعد الانتخابات إزاي حتستفيدوا من هذا المشهد طيب إذا قلنا إن إحنا مبسطين وفخورين بإن إحنا كنا جزء من صناعة الحدث الرائع ده وإذا كنا بنقول إن إحنا بنهني كل شبابنا اللي اتطوع ونصق واشتغل ووعى وفرق العمل في التحالف وقيادات التحالف والمواطن المصري بنهني بالحراك اللي حصل على الأرض وإن شاء الله نجني جميعا سماره فإحنا بالتأكيد لابد إن إحنا نبني وإحنا بنخطط لخططنا في الفترة الجاية نبني على المنجز اللي وصله الشارع المصري المواطن المصري نبني كمان على مدى والعمق في الإيمان الكبير لدى القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني في بناء الجمهورية الجديدة نبني كمان على وعي المواطن المصري بأهمية المجتمع المدني نعكس بقى المراد إحنا بنقول إحنا بنرفع وعي المواطن المصري في كل الأدوار إحنا كمان وإحنا بنرفع الوعي هو نفسه بدأ يتفاعل معنا ويؤمن بأهمية دورنا ويصبح مشارك أساسي بدأ يثق في حضراتكم بالزبط بدأ يشوفكم بعين أمينة إذا جازل الوصف بالتأكيد يقف أمام دور حقيقي غير مسبوق للمجتمع المدني المصري في صناعة الحاضر وفي التخطيط والتنفيذ لبناء المستقبل